كل الترحيب بضفنا العزيز القانوني والحقوق للكبير أستاذ نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ويمكن على مسألة وجود استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وتأكيد الدولة على التزامها بمعايير حقوق الإنسان بتشوف ده بيخدم جلسات الحوار إلى أي مدى ويخدم القضية نفسها بصنا أقول لك حاجة أصلا ما كان يمكن أن يكون هناك لجنة لحقوق الإنسان لو ما كانش فيه استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان لأنه زي ما قلت لحضرتك حقوق الإنسان لا تقبل المساومة لا تقبل التفاوض يعني ما فيش تعزيب يعني ما فيش تعزيب ما فيش كذا ما فيه خلاص فبالتالي كان الأول طب احنا نروح نعمل إيه ثم اكتشفت الحركة الحقوقية في الحقيقة إن استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وقتها كان مرة عليها سنة تقريبا أو كد وما كانش تم منها في الحقيقة يعني لم تنفذ ولم توقذ بجدية رغم أن الرئيس أعلنها ورغم كذا ما أخذتش بجدية أو للناس اللي خليتها مشهولة فكان الاتفاق أن تدخل المنظمات الحقوقية إلى هذا الحوار بهدف واحد أن تكون أحد أذرع تنفيذ المساعدة على تنفيذ استراتيجية الحقوق الإنسان بإنها تقدم مشروعات قوانين تقدم أطروحات للتنفيذ تؤشر على المشاكل اللي جوه السجون تعمل شغلها يعني وبالتالي نشأت هذه اللجنة الاستراتيجية في حد ذاتها تعتبر عمل فريد في الحقيقة لأنه زي ما قلت قبل كده إحنا مشكتنا إيه كانت مع الحكومة الزوئيين تقول فيه تعذيب يقول لك فشل إحنا عناش تعذيب مين أكد معناش تعذيب تقول له طب عندنا حبس احتياطي مطور ومكرر أبدا 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 جبته كام ده منين يا ممولين فلأول مرة تصلر الحكومة وثيقة تقول فيها هذا الكلام تقول عندنا مشكلة في التعذيب وعايزين كذا كذا عندنا حبس احتياطي غلط عايزين نعدله عندنا عقوبة الإعدام لازم نعيد النظر فيها عندنا في الجزء السياسي فيه كمان حاجات في اقتصادك بس هبقلك فكان لأول مرة يحدث اعتراف من الدولة في استراتيجية في استراتيجية مكتوبة عملاها وزارة الخارجية لجنة في وزارة الخارجية ثم يعلنها السيد رئيس الجمهورية ويعلنها أيضا بخطاب يعني أنا مقدرش أقوله يعني في صراحة يعني قال فيه كل إبداح هو الإنسان ويعلنه أقول أنا متمسك بيها وهتابع تنفيذها دوّن طبعا بيخلي الحركة الحقيقية داخل الحوار تبقى ليست أقل يعني ملكية من الملك الحكومة بتقول دي مشاكل فعنا هيبقى كل دورنا طب تعاليها ستة نحلها عندك تعذيب آه تعالي نعملها اتنين تنة اربعة مشتوى عندك آه عندك كذا وهي كمان استراتيجية اللي أصلاها عاملة إي عاملة للمشكلة وعملة لحلول فكل اللي مطلوب من الوزارات الحقيقية لأنها تساعد تنفيذها حيوك عايزين مشروعات قويلين نقدمها نجري مع البرلمان نشتغل على الحبس الاحتياطي نؤشر على المشكلات نعمل تدريب للزباط والعساكر يعني بتكلم عن الجوز السياسي طبعا الجوز حلوليساني يعني فبالتالي هي لأول مرة بقى إحنا ما عندناش مشكلة أنا باللوقتي ما هتلاك فضاش الجبني وتقول لي مين قال إنا عندنا تعزين؟ هقول لك الاستراتيجية وطريقا إنا عندنا تعزين وإنا عندنا مشكلة يلا الحلاسة أوبع قبل الاستراتيجية كانت تقول لي لا إذا التكلام دا الأمريكان دفعين لك فوش تقولي الكلام دا عشان تشوي صورتي طب ماشي يا عم خلاص حاليا إحنا بنشوي صورت حد إحنا في الحقيقة يعني نقدم نمد أيدينا إلى الحكومة علشان ننفذ الاستراتيجية الوطنية ونعد بأن نكون أكثر التزاما بنص الاستراتيجية أكثر كفاءة في التنفيذ ولو بعد الحلوطي إن شاء الله تطلع الحاجات دي أنا أفتكر أن تنفيذ منظمة حقوقية الاستراتيجية هيجري سواء مع وزارة الخارجية أو مع البرلمان كده يعني طيب يمكن فيه جزء من أو يعني جزء من فحوة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي مسألة حق المواطن في المأكل والملبس والمشرب والمسكن والصحة بس كمان وحقه في عدم تعرضه لإذان البدني والنفسي إلى آخره هل هل تشوف إنه العمل من داخل الحوار الوطني يساعد بالفعل على هذه الحقوق والتأكيد على إنها جزء لا يتجزأ من سياسة الدولة في احترام الإنسان بس الميزة الكبرى طبعا هي أصلا هي أصلا جزء من الدستور المصري الذي التزمت به الحكومة يعني لما لما راح سيد رئيس باكس وزراء يحرف اليمين حرف اليمين يحترام الدستور اللي الجزء هو الإنسان ده صحيح فده هو جزء لكن هي المشكلة جاية فيه المشكلة جاية كان إنه في ممارسات ولا لأ إحنا في ممارسات محتاجين نتصدى لها ولا مفيش فالآن إحنا اتفقنا إنه في ممارسات واتفقنا إنه إحنا هنساعد في في تنفيذ وبقى معانا ما يفيد ده ميزة الاستراتيجية إنها يعني ضمت لنا ما يمكن أن تلقي الرئيس والرئيس في مصر هو يعني له يعني في نظام السلطة المصري له موقع مهم جدا بالدستور وبالتالي إنت عندك رأس السلطة التنفيذية أعلى منه صاحب الصلاحيات الأوسع دستوريا أفندم صاحب الصلاحيات الأوسع بالدستور مؤمن بدا مش مؤمنه وأعلنه فعلا وأعلن التزامه به فهيبقى من السهل فإنت الوقتي جنبك قسم السلطة التنفيذية عندك اللجنة العليا اللي في ذات الخارجية هي قسم السلطة التنفيذية بس هي بيتعملها استراتيجية فأنت تقدر النهاردة التعاون معها وهكذا فإذا أضفنا لده أن أغلب المنظمات الحقوق المصرية إن شاء الله هتسجل أو بتسجل هي الآن بتقوم بالتسجيل وفي قانون الجمعيات الساري حاليا 2019 فده معناه إنه إحنا توافقنا توافقنا نشتغل تحت القانون وتوافقنا نشتغل معاكم على الاستراتيجية الرئيس أعلن الاستراتيجية إحنا كل سنة هنطلع تقرير نقول إيه اللي تعمل وإيه اللي ما تعملش إحنا هنكمل شغلنا بس لأول مرة أشعر بأننا يمكن أن نعمل في بيئة ليست معادية يعني يعني ده مهم فرق إن أنت تعمل في بيئة صديقة صحيح هيفضل طبعا طول وقت في ناس علينا وناس بتعتبر إن ده بتاع وإحنا أحسن ناس برضو من طبع على الأحوال بالضبط لكن هتشتغل في بيئة أكثر صداقة من مكان المفترض يعني طب هم عمين دولي الحلقة خلصة بسنع عايز فعلا أفهم أو بالأدق عاوز نتناقش أكتر شوية ولوف نقطة شكل مصر شكل المجتمع قبل الحوار شكل المجتمع بعد الانتهاء من الحوار بعد الانتهاء من الحوار دي حاجة السلطات التنفيذية هتعاون الرئيس ما هو الرئيس برضو مش هيدوس على الأزرار التنفس أكيد هيبعث للبرلمان وهيبعث للوزارات ما هو قاس نفس فإلى أي مدى البيروقراطية المصرية ستساعد العقل السياسي المصري على تنفيذ هذه الاستراتيجية هذه المخرجات لكن اللي يهمني شكل المجتمع المصري أثناء الحوار الآن في متابعة للموضوع الناس تعلق أمان ولأول مرة يبقى فيه حدث زو طبيعة سياسية بالحجم ده يستقط باهتمام ناس فالناس تتكلم على القهوة والناس تتكلم في الشارع هل الحورة هيجب لها نتائج هل الأسهار هتخس هل الأسهار هتخلق أنت عملت حالة في المجتمع وعلى قدر ما تستفيد من هذه الحالة بعد كده هتكسبها يعني يعني هذه فرصة إحنا بقت موجودة في إدنى هي فرصة للمعارضة إذا جاز التعبير يعني وفرصة لمؤيد سياسات الحكومة إذا جاز التعبير وفرصة للجميع على أن يصلوا إلى ممكن توافق عام لبناء مصر التي نحلم به لو أضعوا هذه الفرصة ربنا معه طيب أخيرا أعرف دايما فيه المصطلح الرياضي يشير لك فلان عنده لياقة بدنية هل بتشوف أنه الحوار ده بيدي لياقة بدنية بس بقى مش بدنية في الحال أيوة لياقة فكرية لياقة فكرية لياقة سياسية لياقة على مستويات المناقشة لأن أنا من الناس اللي مؤمن أنه على المستوى النقاشي ما بين الناس وبعضها البعض فيما يتعلق تحديدا بالسياسة ما كانش فيه اللياقة والمرونة اللازمة كان فيه حالة من حالات استشعار العداء الكامل والمتبادل طبعا لا أنا عايز أنا أدعوك وكي ناس تتفرج على جلسات الحوار وتشوف النقاش فيه فرق بين نقاش ساخن بين وجهات نظر مختلفة وبين نقاش عدائي أنت هتشوف الناس مقبلة على بعض عارف اللي راجع من الحج فلا فيه لقاش ساخن بيرجع اللياقة السياسية واللياقة الفكرية إلى كثير من المفكرين حتى على مستوى لجنة الهوية الوطنية لجنة الوطنية تبدو لجنة يقولك يا عم هوية ايه وبتاقي كانت في منتقل أهمية ومناقشات على درجة عالية أنا كنت في اللجنة يعني الحقيقة كنت معجب إعجابي طيب هذا ليس صحيح هذا الحوار أثبت شيء واحد نحن مختلفون ترجمة نانسي قنقر